نظام هواوي يمكن أن يكون نظام بطل بالفعل وأيضاً الشكل الأخير حق النوت تتسرب من الأغلفة ولا ننسى أن أبل يمكن أن تخطط على نسخة 5G ولكن من الآيباد وليس نتحدث عن الآيفونات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية أبدأ أول خبر عن أبل نفسها وبعض التقارير التي عن نفسي لا أظنها تقارير حقيقية عن آيبادات تنطوي قاعدة تفكر فيها أبل لتنفيذها عام 2020 عام 2020 يعني بعد سنة ونتحدث عن آيبادات تدعم أيضاً الفايف جي إذا الجوالات أبل لم يجالها الفايف جي هل معقول أن آيبادات فيها إمكانيات الفايف جي؟ أبل من المنطق حقها أظن أنه لم يجب تقنيات الفايف جي إلى عام 2021 لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الفايف جي يفعل مشكلة عالمياً حالياً نحن نتحدث عن تقريباً في الربع الثالث من عام 2019 إلى الآن لم نرى تحرك ضخم من عمالقة شركات الاتصالات بتطبيق الفايف جي وبإيجاد أجهزة للفايف جي إذن التبني بسيط سامسونج لديهم واحد هواوي لديهم واحد شاومي لديهم كل واحد يجلب لك جهاز جهازين فايف جي ولكن لم يجب إلى الآن الفايف جي هو الشيء الأساسي لسه حتى عام 2020 يمكن أن يحدث نفس الأمر 2021 تبني ضخم وانتو اشراكم؟ سألتكم في الحلقة الماضية عن مصطلح دي دوز هل مر عليكم ام لا؟ 84% من اللي صوتوا وقالوا لا ما مر علينا ودي دوز هو توزيع مرفوض للخدمة نفسها ما هو دي دوز؟ هو نوع من أنواع الهجومي مجموعة ضخمة من الناس أو الكمبيوترات تسوي هجوم على خدمة واحدة على موقع واحدة على أمر محدد وهذا الأمر والضغط على هذا الأمر يسبب ربكة في نفس السيرفر ولمس السيرفر الخادم ما يحدث؟ يطيح ويخرب الخدمة نفسها توقف لأنه لا يمكن أن يتحمل الحملة الثقيل موقع شركة يطيح ما يعني؟ يعني الخدمة نفسها تتوقف يعني تخيلوا الشركات الضخمة التي لديها خدمات تعتمد في خدماتها على المواقع الإلكترونية وعلى التطبيقات فلما تأتي هذه التطبيقات والخدمة نفسها الطيح هم قاعدين يخسروا فلوس هم قاعدين لا يتموا مهام الناس الناس قاعدين تصد عن خدماتهم والناس قاعدين لا يشتغل الخدماتهم فلنستمر معهم؟ أمر جداً ضخم هنا على الشركات تضبط أمورها بأن تضبط نظام حماية ضد هجمات الدي دوس والشيء يصبح كأمر استباقي فهم يضبطوا أمورهم ويجيبوا لهم الشركة الكفيلة بالمهام وتضبط الأمور وتستبق الأمور وتوجه الخادمات وتعرف تضبط الخادمات وتوزعها بشكل صحيح وبالطريقة هذه الشركة حمت نفسها والذي يزودهم بالخدمة عرف يستبق الأمور ويجهز أمورهم ومواقع الشركة وخدماتها ما طاحت فأنت تخيل لو دخلت متجر ولم تستطيع تشتري شيئاً ويجب أن تصد عن السلعة ولم تشتريها فإن الشركة نفسها خسرت ومزود خدمة الأمان لدي دوس هو الذي سيضبط لك أمورك بإذن واحد أحد وبالفعل هناك شركات تقدم خدمات مثل هذه أمان ضد دي دوس وهجماتها مثل شركة ستي سي أعمال ستي سي أعمال هدفهم في هذه الخدمة أن يحموك ويضع الأمر الاستباقي بحيث أن تعرف أمورك مئة في المئة خوادمك ماشية وخدماتك ماشية وموقعك ماشية سأضع لكم رابط في وصف الحلقة إذا أحتاجت تعرف أكثر عن هذه الخدمة سأذهب ويجب أن تشاهدوا معلومات جميل جداً زيادة عدد المستخدمين لنفس التطبيق في نفس اللحظة هل يسبب ضغط على الخوادم؟ نعم وهذا الجواب الذي أكثركم أعطانا ياو وهذا شيء صحيح يتبع له هجمات دي دوس وأيضاً يتبع لأوامر أخرى فماشاء الله عليكم كلكم جميعاً جبتوا الجواب صحيح وأكمل مع أخبار شركة أبل والتصميم المتوقع للجوالات القادمة اللي يبان من نفس الغطاء الغطاء عندما يتسرب للشركة نعرف أن هذا هو الشكل النهائي بالذات عندما يكون باقي شهر شهرين على نفس الجوال لماذا نعرف أن هذا الشكل النهائي؟ نتوقع أنه نعم بالتأكيد هذا هو الشكل كون أنه طلبات تصميم الأغرفة توصل لشركات كثيرة قبل وقت من إطلاق الجهاز بحيث أن تشتري الجهاز وتعرف أنه سيكون لوكسسوارات متوفرة فهذه ميزة من مزايا الجهاز ستكون بعض الشركات لا تحتفظ بالمصداقية والأمان فتسرب هذه التصاميم أو يبان تصاميمها على بعض المساجر كما رأينا سابقاً بأمازون وغيرها إذا هذا هو تصميم الآيفون القادم، هل ترى هذا التصميم جيد أو لا؟ وأيضاً يجب أن أسألكم إذا كان تصميم نوت 5 الجديد من الكيس جيد أو ليس جيد بنظرك، أعطنا في الاستفتاء النتيجة أو أعطنا استفتائك وأنت تصوت وأعطيكم أنا النتيجة لأنه أيضاً تصربت صور للنوت 10 كما ذكرت لكم في حلقة أهم 77 ثانية ولكن تفصيلاً أقدر لكم أن يبين لنا الكفر أنه لا يوجد منفذ للسماعة بعكس النوت الماضي، كان هناك منفذ موجود لنفس السماعة وكان هناك إمكانيات إضافية النوت الماضي جميل جداً وممتاز، وجود بصمة في الشاشة على النوت القادم شيء جيد فقط دائرة للكاميرا الأمامية، أيضاً شيء جيد نتكلم على ثلاث كاميرات موجودة وراءه، أيضاً حركة وشيء جيد ومفروض أنه رتم يوصل للنوت استهاء من نفس اللي شفناها في الاس نفس السالف اللي أكلمكم عليها كل سنة مسألة الاستغناع عن منفذ السماعة عن نفسي ألاقي لسه محبط الوضع لا أستغري عن منفذ السماعة، فإنكم شعوركم؟ هل تلاقي أن هذا الأمر جيد؟ وماذا تتوقع في التعليقات؟ تذكروا لي، شيء الذي يناسب استغناعك عن منفذ السماعة ولكن لا أحد ينكرون، النوت هو أحد من أفضل جوالات الأندرويد للأعمال وماذا يتنافسون على فئة العمال وماذا يتقرب أيضاً، إن شاء الله فأسلس قدرات جوجل في تحليل البيانات وتحليل الصور بالتحديد بانت مع جوالات وسلسلة البيكسل عندما تضعوا كاميرا واحدة ومن خلالها الكاميرا الخلفية، قدرنا نحصل على صور خرافية في البيكسل الأول والثاني والثالث البيكسل الرابع، وجود مجموعة كاميرات يمكن أن نضيف بعد أبعد وإمكانيات أكثر لنفس جوجل وأيضاً متوقع أنه يتم الإعلان عن بعض التطبيقات التي تستخدم هذه الكاميرات الإضافية لأشياء الواقع المعزز أو أغراض أخرى جوجل مؤتمرهم أيضاً يعتبر قريب، نتحدث على شهر أكتوبر بإذن الله خلال ثلاثة أشهر نرى واحد من آخر الجوالات التي يُعلن من خلال السنة وأيضاً إلى الآن ما لهم توفر رسمي في المملكة، فهو شيء نتحمس له ونجيبه ونتحدث عليه ونعرف أن برمجيات جوجل هي شيء قوي ضخم يساند منتجاتهم نظام الهونج مينغ من هواوي، هذا النظام المفروض يكون بديل لنظام الأندرويد هواوي ترى شغالها وقعدها تكره بشكل كبير وأعرف أن هواوي حول العالم بعض الفروع لها تدور على أفضل التطبيقات المحلية لإيجادها ووضعها في الهونج مينغ الآن هونج مينغ أول شيء صعب على ناتينغال ويريد أن نفعل فيديو كامل يقول لنا تاريخ نظام الهونج مينغ وماذا هو الوضع الذي عليه؟ بعض التقارير تقول أنه سرعة الهونج مينغ أفضل من الأندرويد وأفضل من ماك او اس على أرض الواقع حيبان هذا الكلام، الآن نتحدث عن مطورين ومحللين قاعدين نتحدث عن تجربة هونج مينغ النسخ التي وصلتهم عن نفسي أرى أن هواوي تستثمر بشكل ضخم في إيجاد منظومة ممتازة كنظام تشغيلي هارد وير و سافت وير من عندهم أكثر الأشياء أمورهم طيبة ولكن إذا لم يكن هناك متجر تطبيقات ضخم قوي، لن ينجح الهونج مينغ فهنا على هواوي أيضاً إيجاد محفزات ودعم مضخم للمطورين حول العالم لكي يقنعوهم أن يجلبوا تطبيقاتهم يضعوها في الهونج مينغ في متجر تطبيقات الهونج مينغ ونعرف هذا الأمر ولكن عندما نتحدث عن المستخدم العادي وجود متجر تطبيقات يحملها هذا هو الأمر الأسهل فأتوقع هذا الشيء الذي يجب أن تركز عليه هواوي بشكل ضخم الفيس تايم هل ضبط حركة العين في المثال الذي أعطيناكم يا أكثر الناس قالوا شوية 62% قالوا شوية و 21% قالوا لا و 15% قالوا نعم يمكن أن التطوير يأتي مع التحديث الأخير هقايوز 13 أو لا ننتظر الخطأ الذي طاحت فيه شاومي الأسبوع الماضي غريب جداً شاومي عرفت من أنها في بعض الخصائص والأشياء تأخذها وتستنسخها من الجوالات البريميوم وتحاول تضعها بشكل مرة ممتاز في جوالاتهم وأيضاً بسعر اقتصادي لعبتهم الجوالات الاقتصادية لعبتهم أنهم ينزلوا السعر من يوم ما بدأوا إلى الحين وبالفعل عندهم جوالات في سلسلة المي وغيرها من السلاسل الردمي أشياء مرة بطلة وممتازة ولكن أحياناً يزودوها بزيادة في النسخ واللصق وهناك خاصية من خاصيات شركة أبل وهي أبل ميموجيز وهذه التعبيرية تستطيع فعلها من نفس الجوال تعتمد على الحساسات الأمامية في نفس الكاميرا وتستطيع تعطيك إمكانيات جيدة وتعبير وجه مرة ممتازة نعود إلى شاومي، شاومي غيروا حرف واحد في اسم الخدمة وسموها ميموجي وعندما يعملوا الإعلانات ويضبطوا أمورهم بينهم وبين نفسهم أيضاً مع العامة، استخدموا نفس الوضع أو نفس البوسترات والفيديوهات حقات أبل هم نفسهم خربطوا من قوة ودقة النسخ اللي صار عندهم فخربطوا بين النسخة حقاتهم ونسخة أبل فالميموجيات شكلت عليهم فالشاومي خلاص، حطوا على أقل واتر ماك على حقاتكم ضبطوا أموركم من البداية فضحتونا اشتخلني فيهم، المهم سأذهب للخبر اللي بعد نتحدث في مجال الطيران وأول مرة يصبح هبوط كامل تلقائي القيادة كيف نضبطها؟ الآن، معروف أن الطيران تستطيع تعمل لاندن تلقائي ببعض المقاييس والقدرات الطيران تستطيع ضبط نفسها تهبوط ولكن أنه يكون الهبوط بالكامل من خلال نفس الطيارة طيارة صغيرة تممت أول هبوط من هذا النوع بالاعتماع على أكثر من تقنية في الجي بي اس، وهو الشيء المعتاد الذي تعتمد على الطيارة قراءات أخرى موجودة في نفس الطيارة في بعض كاميرات الإنفرا ريد على الطيارة وبعض أجهزة الحساسات هذه الحساسات تتصل بينها وبين البرج وبين المدرج نفسه سيحدث أن القاعدة الأساسية أو المدرج سيبدأ يعطي إشارات وتنبيهات لنفس الطيارة الطيارة ستأخذ المعلومات التي لها وتلقائياً تحسب الرياح وكل شيء وتضبط هبوط طلقائي كامل يختلف عن أنواع الهبوط وهو الطيران التلقائي يختلف عن هذا النوع وبالتالي طيارة هبوط هذا النوع من أنواع الطيران أو أنواع الحركات التي تصبح مع الطيران كهبوط تلقائي كامل يمكن أن يتم تطبيقه لاحقاً ولكن يجب أن يكون هناك بنية تحتية مهيئة في نفس المطارات هذا الأمر الذي إلى الآن تحت الدراسات والتطوير وليس معتمد يوضع في كل المطارات وظنتي الوضع الحالي أمورهم تماماً لم نرى مشاكل كثيرة على هبوط الطيران لا تدري يمكن أن الطيران ينسي لديهم وظائف زيادة خبرين في العلم والتقنية نرى مدى تأثير التقنية على العلوم وهذه الخبرين يأتي من اليابان أول خبر سلسلة متاجر 711 مثل السبرماركتات الصغيرة مثل النخلة هذه السبرماركتات صار عليها عملية سرقة حوالي 500 مليون دولار نصف مليون دولار تم سرقتها من خلال العمليات الشراء الإلكترونية عن طريق البطاقات وقفوا استخدام البطاقات والدفع الإلكترونية عن كل فروعهم في اليابان إلى أن يحلوا المشكلة ويكتشفوا بالضبط الثغرات والأشياء الأساسية التي مكنت المحتلين من السرقة وأخذ حوالي 500 ألف دولار ننتظر نرى النتيجة النهائية بالتحقيقات وأيضا نذهب إلى اليابان وهذا الخبر الذي يريدونه تفكر في اليابان قاعد أحد الشركات تأجير السيارات تلاحظ أن الناس يستأجروا السيارات والسيارات نفسها بعدما يستأجرواها يرجعوها بعد يوم أو يومين ويكون لا زاد ولا كيلو في السيارة لم يكن هناك مسافات على السيارة ويستأجرها دفع قيمة الأجار ولا ساقها لماذا هذا الشيء يحدث؟ بدأوا يعملوا دراسات ويحاولوا يرى هذا الموضوع لماذا يحدث في اليابان وجدوا أن بعض الناس يستأجروا هذه السيارات وكل هدفهم من استأجار السيارة أحد أمرين يخلص شغله يفتح اللابتاب ويعمل في السيارة ويخلص الأوراب والمهام والأشياء لأنه لا يوجد مكان أو أنه ينام يأخذ له قيلولة وينام في السيارة ويستأجرها لمدة كم ساعة وبعدين يرجعها تعرف أن هناك خدمات الأجار التي من خلال التطبيقات تستطيع أن تأجر السيارة لمدة ساعة أو ساعة أو ثلاثة أمورك تماماً فبالفعل كانت الناس تستأجر السيارات على أساس أن تنام فيها أو تخلص أشغال اليابان أيضاً تعرف واحدة من دول العالم التي عاصمتها توكيو معروفة بغلاء جداً وضخم للأسعار في العقار وأيضاً الضغط الناسي والاجتماعي لا تنام فيها أو أن تستجر السيارة لكي تستطيع أن تخلص الشغل شيء غريب يحتاج إلى تفكر بالنعم والأشياء الموجودة عندنا نهاية الحلقة وكل حلقة دائماً دعوكم مشتركين سلسلة أول بأول تحليلية تفصيلية وأخبار نأخذها ولا ننسى سلسلة أهم 77 ثانية تأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع حالياً بداية اليوم يعطيكم أهم الأشياء التي حصلت في عالم التقنية دائماً دعوكم مشتركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته